التحضير لمسودة مطالب واقتراحة أرباب العمل التي سيتم طرحها خلال اجتماع الثلاثية المرتقب شهر أكتوبر المقبل ببسكرة والذي سيجمع الحكومة مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين ستبشر في الخامس من شهر سبتمبر الداخل باجتماع المكتب التنفيذي للكونفيدرالية الوطنية لأرباب العمل حسب ما كشف عنه رئيسها على أن يتم التحضير لتقرير مفصل وفقاً للمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد مع تهوي أسعار النفط الكنفيدرالية شدتت على ضرورة أن تلعب المؤسسة الجزائرية دورها في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق نسبة نمو تفوق السبع في المائة للتخفيف من نفقات الخزينة العمومية على أن تقدم الحكومة بالمقابل تسهيلات لأرباب العمل وترفع العلاق إلى البيروقراطية وتلبي المطالب المتبقية من 94 مقترحاً وفي عاف ثلاثية 2014 فهل الوضع الاقتصادي راهن للبلاد؟ سيرغم الحكومة على تقديم تنازلات لأرباب العمل لم تقدمها من قبل خلال اجتماع الثلاثية المقبل لخراجها من الأزمة النفطية أم لا